امتحانات الدورة التكملية للبكالوريا تميزت هذا العام بانطلاقها موازاة مع امتحانات دخول مدارس الامتياز وفي هذا السياق أدى والي الحوض الشرقي سيد الشيخ العبدالله واللواه زيارة تفقد للمركز الذي تجري فيه امتحانات الدورة التكملية وامتحاناته دخول مدارس الامتياز بمستوييها الاعدادي والثانوي وذلك للاطلاع عن قرب على ظروف سير هذه الامتحانات التي اتخذت لها كافة التدابير اللازمة لتسير في ظروف طبيعية حسب الادارة الجهوية للتهديب واصلاح النظام التعليمي انطلقوا امتحانين متزامنين الدورة التكملية للبكالوريا وعلى مستوى الولايهون مشاركة فيها 52 تلميدي من مختلف المراكز العشرة اللي كانوا في الولايه بالنسبة للامتياز مشاركة فيها 100 تلميدي بالنسبة لمستوى سنة أولى ومشاركة فيها 31 على مستوى سنة خامسة على مستوى ولاية الحوض الشرقي وصل عدد المتهدين للدورة التكملية لبكالوريا عام 2020-2021 52 مترشحا موزعين على أربع شعب شعبة الاداب العصرية تمكن من يطلع للدورة فيهم 22 شعبة العلوم الطبيعية وتمكنتها 23 منهم أن يطلعوا للدورة وشعبة الرياضيات وفيها الستاية وشعبة الشعبة الفنية تي أم جي أم فيها واحد على مدى يوم ونصف اليوم يجري هؤلاء الطلاب امتحانات البكالوريا في دورتها التكملية والتي تشكل بالنسبة لهم فرصة ثانية للحصول على شهادة البكالوريا وتتيح أمامهم خيار الولوج إلى التعليم العالي عبدالله صوفي قناة الموريتانية مدينة النعمة